يهلا بحضراتكم حلقة جديدة من رقم عشرة شفتوا فينا جماعة قبل كده مدرب لمنتخم مصر تحديدا لو كان أجنبي بيجتمع كسينا بالأندية اللي موجودة في الدوري المصري بل كمان بيجتمع مع مسؤولي ومدربي الأندية الصاعدة حديثا للدوري الممتاز شفتوا فين مدرب أول ما بيخلص المهمة بتاعته بيفضل موجود قاعد معنا عادي بيكمل شغله عادي ما بيقول لكش أنا مسافر أجاستي عايز أرتاح شوية عايز أسافر بلدي شوية أشوف مراتي أشوف الولاد أشوف بلدي أشوف ولاد بلدي ما فيش الكلام ده خالص عند بيتوريا الراجل من الديئة الأولى بيشتغل الراجل من الديئة الأولى بيدور الراجل من الديئة الأولى بيبحث السورة هي النهاردة مع مسؤولي الجونة ونادي زد ومدربي الجونة وزد حاجة في منتهى الروعة بصراحة يعني أنا قلت هبدأ بالكلام ده النهاردة عشان روي بيتوريا بتشوفوا الراجل ده بيشتغل ازاي وفي الاخر في حاجة اسمها توفيق وعدم توفيق شاء الله يبقى التوفيق معايا بس التوفيق ده بيجي والحظ بيجي للناس اللي بتشتغل والناس اللي بتجتهد الراجل ده بيشتغل والراجل ده بيجتهد منذ الدقيقة الاولى من توليه مهمة المدير الفني للمنتخب الاول المصري حاجة رائعة حاجة النهاردة استعجبت الخبر ده جديد علي ده تب استنىهم حتى لما يلعبوا مطشين تلاتة كده في الدولة الممتاز قل لك لا اول ما الناس دي طلعت اقول لهم بقى سياستي افكاري يقولوا اين لعبتهم مش فنيا يعني ان هم عندهم فرصة في اي وقت ان هم يخشوا منتخب مصر يحفزهم يشتغل معاهم يقول لهم افكاره يقول لهم هشتغل معاهم من الفترة اللي جاي زكا اندية يتعامل معاهم ازاي حاجة رائعة ما شفتهاش بصراحة قبل كده حدث فريد من نوعه المدير الفني المنتخب مصر يجلس او يجتمع مع فرق صاعدة للدولة الممتازة صاعدة حديثا لسه ما لعبتش اصلا لسه الموسم الجديد ما بدأش اساسا بس انا متصور الاعدة يعني ما عيش كوليس الاعدة بس متصور الاعدة كان فيها ايه اشتغلوا كويس اشتغلوا بجدية احنا بنبص على كل اللي لعبين في الدولة حفزوا لعبتكم قولوا لهم ان احنا شايفينهم كجهاز فني فلما تقولوا لهم ان احنا شايفينهم هيلعبوا معاكوا بشكل كويس اشتغلوا معاهم بدنيا وفنيا كويس كلام فيه حفز كبير تخيل لعبها اللي بتلعب بزيد ولا الجونة ولا حتى بلدية محلة النادي كمان اللي ساعد مع زيد والجونة لما يشوفوا مدرب المنتخب مهتم بناديهم بفرقتهم هيلعبوا ازاي حمسهم هيبقى عاملة ازاي روحهم هتبقى عاملة ازاي خاصة ان هم شايفوا ان المدرب روي فيتوريا بيختار من كل الانداف الدولي المصري ما بيفرقش معاك اسم النادي يعني بلوحش ياخد من الاهل والزمالك والسلام لا بياخد من اي نادي بياخد اي لقاديك شايف محمود حمادة لعب فاركو هو الورقة الورقة اللي ما استغناش عنها روي فيتوريا في السبع مباريات اللي لعبهم سبع مباريات روي فيتوريا لعبهم مع منتخم مصر حتى السبع فيهم انتصارات محمود حمادة لاعب فارقه تقريبا الوحيد اللي ما استغناش عنه ما طلعوش بره التشكيلة فده يخلي اي لاعب اي نادي متحمس عنده الحافز انه ينضم المنتخم مصر والاهم من كل ده ان احنا عندنا مدرب بيرائب وبيدور بيشتغل ومعه جهاز فني رائع جدا جدا بيبص على كل تفصيله في الدوري فيش حاجة اسمها ايه انت شفت فيتوريا مثلا بيروح مطشاط الاهلي والزمالك بس في الدوري لأ هتلاقي في الاهلي والزمالك وفيوتشار واببرامدز والاسماعيلي والمصر والاتحاد وفارقه وطلعه على الجيش كل الاندية كل الاندية هتلاقي فيها رائع فيتوريا بيحضر ممطشاط هو جهاز المعاون برافو يعني برافو مديل فني ليه منتخبنا الوطني طيب عشان نفهم اكتر ايه اللي حصل هنحاول نوصل لي احد الموجودين او اللي كانوا موجودين في هذا الاجتماع يقول لنا كان روي فيتوريا يقول لهم يعني زي ما قلت لكم تصوري ان هو اجتماع تحفيزي للفرق دية وهي صادة حديثة للدولة الممتازة اكيد عشان بس الناس تبقى فاكرة المدارب بتاع المنتخب يروح يقوم مع الناس يقول لهم لو صبحتوا انا عايزكم تلعبوا اربعة ثلاثة ثلاثة زي ما انا بلعب انا عايز اربعة وان كان بالمناسبة يعني انا متأكد انهم قلتش كده بس وان كان ولو كان ده حصل فده عادي برضو انا بقترح احنا هدفنا انا محتاج دلوقتي لعيبة في نص الملعب بتلعب رقم تمانية فلو هتلعبوا اربعة اتنين تتا واحد ممكن ما عارفش ياخد قوي من عندكم لعيبة لو اربعة تتا ده ممكن يحصل في اوروبا يحصل في العالم يحصل في اي دولة بس عندنا ممكن يبقى عندنا بحسيات اللي هو يقول لك لا 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 تهتقول لي بس اكيد النهار ده الراجل ما تكلمش في امور فنية كده اتكلم في حاجات تحفيزية وان هو يحمس الفرق الجديدة او صعد حديثا ليه الدوري الممتاز